موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة سوفيا المرزوقي وزوار موقع المواجهة الاسم كم معودكم كل اسبوع يوم السبت سنجيكم بقصة اللي حكوها لمتابعين ديالي ولا خلوها لي في ايميل ولا تواصلوا معاي وحكوها لي وبغوها توصل لمتابعين باش ما يعودوش يتاحو في نفس المشكل اللي يتاحو فيها هاد القصة هدي يعني فاش غادي نحكيها لكم كل واحد منا يعني المهاجرين غادي يقول نقدر نكون تحت في هاد المشكل اللي يتاحو في هاد الناس هادو صريح العبارة لانه كيكون بزاف ديال المرات كنكونوا تالفين موضرين في بعض الاحيان وغادي نشرح لكم شنوتر على هاد الناس هادو وكذلك نعطي بعض النصائح الى طاح الانسان يعني الانسان معرّض لهذا الامور هادي الى طاح في بحال هاد المواقف هادي شنو خصو يدير هاد العائلة هادي يعني بلا ما نقولوش حالك تكون الافراد موهم أسرها الابو والامو والابناء كيعيشو هنا في اسبانيا كانوا واحد الوقيتها هاودين عطلة للمغرب بحال قاعد الناس هاودين يزوروا بلادهم في الصيف وراكوا عارفين فاش كاشكون غادي كيكون الانسان في السيارة يقالو كيبقى غادي حتى كيوصل شورطة الحدود شورطة الحدود هي بحالة الحدودة الأخيرة فاش كاشكون غادي تدوز الباطو كاشكسكون غادي تدوز السفينة بعد المراس كيكون زحام وكاسكون تلفا وهادي بعد المراسك سوصل حتى شورطة كيكون غيزة صافي مكيشوف الاسمان وانا براسة يتراليش حال مرر كجيز يقل كصافي غيزة تطلع بعد المراس كيكون مازال الحال وهادي كيبقى كيشتب معندك الوراق كيشوف بعاما رسيدنسيا ديال كيدخل المعطيات يعني بشك يشوف وش عندك شي حاجة ولا لا على حساب كل هاداك شي ديالهم وما كيطلبو فش كيطلبو را كتعطيهم ما طلبو الكش ما تثبتش عليه تش حاجة ما يمكناش نجوليه دوهم هو ما كيقول لك لا هو سبب وهو ذا عن المشكل وهذا الشي هذا كيقوله السيد الأب دي الأسرة حيتاش من بعده غدي يرد البال لهاذ المشكلتر التي تريليه غدي يقول بأن أك سيد هذاك هو سبب ودارها بالعاني وهذي مهم إحنا ما قد نقول ولا دارها بالعاني لا مادرهاش بالعاني إحنا قد نقوله يقدر يكون الإنسان تلف يقدر يكون النساء يقدر يكون يعني أي حاجة وارده يعني مشي بداره ان تاهموا ذاك شورتة دي للحدود ولن تاهموا بالعنصرية ولن تاهموا انت شي حاجة ان هذا كسيد كدير خدمته وانت اللي عليك تحضي راسك باش ما تطيحش فاد الفخ هذا هاد الناس هادو كيما قتلكم كانو شدين صف داخلين وصلوا طلب منهم شرطي الباسبورات ديالهم وديالوليداتهم وبطائق الاقامة للعلم هما كلهم بطاقة الاقامة ما تشي واحد ما عنده الجنسية لو ملاوليداتهم وعطاوا بطائق الاقامة وعطاوا الباسبورات ديالهم مشاوا فاش غادي يكونوا يعني في الباطو قادي يردو البال انهم بطاقة الاقامة بقات عند الشرطي بطاقة الاقامة بقات عند الشرطي انتو ما عارفين يعني باش يمكنك ترجع الاسبانيا ضروري من بطاقة الاقامة غادي توليف واحد المستارة قانونية طويلة وساين ودفع ودفع القنصلية باش يعطيوك لا سيباسي ولا يعطيوك ذاك التأشيرة باش يمكنك ترجع فعلا يعني هاداك واحد الابساديا اللي كيعيشها الانسان وباش يتفادها الانسان ضروري اردو البال مع وريقاتكم في الوقيتها باش كتكونوا غاديين يعني كتكون تتلفا كتكون بزر ديالالامور كيما قتلكم هو ما تهموا بان الشرطي هو السبب ولكن هنا يعني كنخليوها يقدر يكونوا طاحو يعني يقدر يكون دارو هالوموس الباسبور في ذاك اللحظة هالي كفاش شدوا الباسبورات طاحو في الارض ماردش البال مع الزربة مع واحد كييقولك زيد غيا كتدوز باش تدخل الباطو فكين بسف ديالالامور واردة تقدر تكون ترات ان تكون يعني بقاوا عند الشرطي كان غاديفاش غيرجعوا الاسبانيا غيرقاوهم هنا يا ولا شي حاجة موما يعني البطائق لا اترى لهم وكيقولك دارها بالعاني دارها بالعاني شدهم وردلنا غير الباسبورات ومردلناش البطائق تاليقامة اللهم عنده بالعاني باش يدلنا مشاكيل فقدة الرجوع المشكلة هو هنا يا ان السيد تعرض لفقدة لعمل دياله هدا هو المشكل المشكل هو ان السيد كترت يعني انت عندك واحدة عطلة هنا فين كيي المشكل المشكل ماشي فقط في انك دوستي يعني واحد المدة طويلة في المغرب ماشي مشكل إليك تغير تترجع بوريقاتك وتترجع بمسائلك هنا العمل مكين تدركش هدا هو المشكل ففعلا هو جاب يعني جاب انا اول حاجة قد نقول لكم بعدش نخصك تدير في هذه الحالات هذه ولكن هو جاب واحد الوثيقة كتبين بأنها تلفولي الورق دياله وكل شي ولكن العمل ما بغاوش يقبلوها منه وطردوه القراسوم طرود أصلا القراسوم طرود لأنه فاتس المدة ديال العطلة دياله باش يدخل للخدمة فالقراسوم طرود والقراسوم في مشاكل وبالزاب ديال الصعوبات في الحياة فا اول شي خصك تديرو فاش تلقراسك فقط بطاقة الاقامة هو ديال ديكلاراسيون عند الشرطة ديال المغرب وبديك الديكلاراسيون هديك كتسمشي كتقدم القنصلية ديال المغرب في اسبانيا باش كتطالبهم يعطيوك لسيباسي باش ترجع غير هو المشكل ان هادك تراميتي هادك اللي كتدير كي ياخد الوقت كي ياخد الوقت هنا فالحالة هدي كي يخصك تعلم العمل ديالك كتابيا باش ما تطيحش في هذه المشكلة هادا لانك انت عندك العمل ديالك العمل ما كي ينتظرش فاشنو كي يخصك تدير كي يخصك تعلمهم كتابيا إما بإيميل إما ببروفاكس برقية إما شي حاجة مهم كي يخصك تعلمهم من الأحسن إلا كنت عندك نقابات كتمتلك ولكن عندك محامي ديالك كتتواصل مع المحامي ديالك ولمع نقابات العمال وهما كي ياخدوا المستر القانونية كي يعلموا باش نو كي يديروا كين واحد الحاجة اسميتها بيرميسو نوريتريبويدو لان ذك العمل هادك ما عندوش علاش يتحمل المصاريف ديالك انت وانت باقي في بلادك فهنايا يعني ما عندوش علاش يتحمل ذك شي هذا لانا الدن ماشي دياله ماشي هو لدار الخطأ الخطأ انت اللي ارته دونك هنا باش انت تحافظ بلا أخص الناس اللي عندهم يعني كنظر عن الناس اللي عندهم خدمة في خول اللي عندهم العمل يعني دائم الناس اللي عندهم كونتراتوس في خوص باش مضي عشتك الأقدامية ديالك ومضي عشتك الأمور ديالك الكاملة فكيخصك تتبع المستارة القانونية بحذا في ريها باش منين جي ما تلقاش راسك مفصول من العمل أما إلاك تفتي أنك تعيت الخفية ديالك بالتليفون وتقوله بديها اشترالي واشترالي واشترالي هذاك شي رب ما كفيش يعني هذاك الشي يقدر يعرضك للطب فمن الأحسن ماشي من الأحسن من الواجب بالواجب عليك باش تحافظ على منصب الشغل ديالك كيخصك تعلم بطريقة يعني كيتابية تخلي بصمة بأنك علمتي وشنو كتعلم كتشد داك الدينونسيا اللي درتي في البوليس وكترجمها وكترفقها مع واحد الكارتة اللي كتكتب كتشرح الحالة وكتقول لهم شنو شحل المدة اللي كتعطل يعني ذاك أصلا وخا أنت ما غاتعرفش حظيتعطلو عليك لأنك اللي كتعطلو عليك شهر كيلي كتعطلو علي شهرين باش كيعتوذك اللي سي باسي على حسب السيتف القنصلية على حسب زب ديال الأمور فيها مشاكل كتيرة فهذه هي الطريقة الأنجع باش يمكنك أنت تحافظ على العمل ديالك لك أنت غيكسكسرجع على العمل ديالك غديسكترس لهم بواحد الرسالة فيها يعني بأنك هاشطرالك وهاشطرالك 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 مشاولك بطائق الإقامة ديالك وبأنك كتحاول تجيب واحد لسي باسي واحد رخصة ديال العبور كتسمة بالعربية كتحاول جيبها من القنصلية وعاد غدي تجي تطلب الإقامة ديالك يعني تطلب غي تعود داك البلاستيكو يعني ذاك لأن هنا يفد الحالة هذي انت ما فكتش الإقامة انت عندك الإقامة ديالك ما زالت صالحة فكتجي كتعود غي ذاك ترخيطة ديالك اللي تلفتلك باش كتعودها كي تكون عندك هات الأمور هذي دينونسية يعني باللسي باسي جيتي وكتدخل يعني للدولة الإسبانية فالنصيحة هو في ذاك اللحظات هذيك بالتبط يكون واحد من الأسرة هو اللي مكلف بالوريقات هذي نصيحة مهمة بزاف كيكون إما الأب إما الأم اللي مكلف بالوريقات وواحد يعني مكلف بالوليدات مشي كلكم مكلفين بكل شي فهذي اللحظة نتعني كل شي مكلف بكل شي هي اللي كتوصل لأن الناس يكلفوا لهم وراقيهم ولا يدخلوا يعني في مشاكل بحال هذي دائما واحد مكلف بالوريقات واحد تصويك فيه الوريقات أعطيتي الشرطي الوريقات ما نتحرق مع انتك الشرطي تنتأكد من تلك الوريقات ديالي راهم عندي ونخبعهم في أمن له واحد ديالي وصلت للمغرب ما نبقاش أعطي الدريف عمرو 18 العام الريزيدنسية دياله ديالها بجيبه البنت عندها 17 العام ما نعطي هذه الريزيدنسية ديالها ديالها بجيبها لا ديالك الريزيدنسيات كاملين كي تشدو كي تجمعو كنمشي لواحد بلاسة آمينة وكنخبعهم وكنترق عليهم باش منين كنجي هذيك البلاسة هذيك البلاسة بني ترقتي عليهم غيبقى وتمك حتى النهار اللي غادي نكون مصافر راجع في حالتي يعني الضاري وعد غا مشي نهزز داك الوريقات ديالي باش نقدر نمشي بيهم وما يطلع حتى شي مشكي نتمنى هذ القصة هذي تكون يعني فتكم تكون يعني إفادة باش تعرفوا على الأقل كيفاش تصرفوا إلا تحشوف هذا الموقف هذا إنه موقف حريج يعني أنا كنت تهدرت عليه شحال هذي إلا تلفل وهذي الأمر هذي قدر يطلع لك في المغرب يعني مشي بضروري غير يعني تطلع لك هنا مع شرطات العبور تقدر تطلع لك في المغرب تقدر تقريسه وانت غادي مسافر تقدر بزاف ديالأمور يعني معرض لها الإنسان تقدر تقريسه تالله يحفظ بزاف ديالأمور فطريقة الأنجع بالنسبة للعمل هو أنك تعلمهم بالكتاب وتعلمهم بالمرفوقة يعني بقاع الإتباتات نتع أنك مشي لخطرك أنك لبقيت في بلاد ذكرك بقيش يحيتاش جاز الظروف قاهرة يعني فويرسا مايور كيما كيقول يعني شي حاجة لفوق الطاقة ديالك هذا هو اللي بغيت نوصل لكم اليوم ونتمنى هاد القصة هذي تكون نات الإعجاب ديالكم ما تنساوش تخليوليها الناس اللي بغوا يعودوا لقصت ديالهم يخليوا لأرقام ديال الهاتف ديالهم ولا تخليوا ليا تعليق في التعليقات باش نتقسموها مع الناس والجميع والكل السافد إن شاء الله بإذن الله كان معكم سوفيا المرزوقي بالقناة سوفيا المرزوقي مساعة موجرين في إسبانيا وشوفكم إن شاء الله فيديو خور ومضخور واتكونوا في أحسن الأحوال نشوفكم في رعاية الله والسلام عليكم